السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء. طلاب الصف الاول الثانوي. اهلا ومرحبا بكم. يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة بنتكلم درس جديد من دروس النحوة. بنتكلم عن تسنية وجامعة الاسم المقصور. في حلقة النهاردة هنتعرف على الاسم المقصور. وهنتعرف ازاي بنحوله للمثنى والجامعة. وهنحل التدريب اللي موجود عليه في كتاب الامتحان عشرين. اتنين وعشرين. تعالوا مع بعض. نبدأ الحلقة. في الوحدة دي بنتكلم عن تسنية وجامعة الاسم المقصور والاسم المنقص والاسم الممدود. نغطي كده المنقص والممدود ونركز دلوقت في الاسم المقصور. الاسم المقصور ده اسم. لازم يكون اسم. اخره. الاف اصلية. لازم تكون الاف اصلية. مفتوح ما قبلها. يعني لما اجي اقول عاصة. اه اخره الف. رضا. الف. كبرى. لا مش يا. برضو اخره الف. سواء ازا كانت مكتوبة الف او مكتوبة يا. اللي مكتوبة يا دي. الف لينة. كبرى. اعلى. وخلي بالك. علشان لو الالف مكتوبة الف. بيكون اصلها واو. ولو كانت مرسومة يا بتنطق الف. الف لينة. ومرسومة يا بيكون اصلها يا. يبقى احنا عارفنا كده الاسم المقصور. اسم اخره. الاف اصلية. مفتوح ما قبلها. طيب ياسعة. لا دي فاعل. ايه لا? لا دي حرف. انا? لا مش اسم مقصور. ده ضمير. ابا دي من الاسماء الخامسة. لازم يكون اسم اخره. الاف اصلية. مفتوح ما قبلها. طيب لو كان مفرد. قبل ما حوله للمسنة والجامعة. لو كان مفرد. بعريبه ازاي? بيعرب بحركات مقدرة. يعني ايه? لو قالك قال ريضة. ريضة دي فاعل. بقول فاعل مرفوع وعلامة رفع ضم المقدرة. رأيته ريضة. مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. المقدرة. سلمته على ريضة. اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. المقدرة. وبرضو لو اخره الاف لينا. قالت هدى. برضو فاعل مرفوع بالضم المقدرة. رأيته هدى. مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة. سلمته على هدى اسم مجرور بالكسرة المقدرة. يبقى هنا الاسم المقصور لو كان مفرد بيعرب بحركات مقدرة. تعالوا مع بعض بقى نتكلم في تحويله للمثنى والجامعة. ازاي بنخليه مسنى? في تسنية الاسم المقصور. لما بنجي نحول له مسنى. لو الالف سالسة بنرجعها لاصلها. يعني ايه? يعني لو الالف دي تالت حرف بنرجعها لاصلها. اعرف اصلها ازاي? مكتوب فوقه. لو اخرها الاف يبقى اصلها واو. اخرها الاف لينة اللي مرسومة ياء يبقى اصلها ياء. يعني هرجعها لاصلها. ناخد مثال. كلمة عاصة. اصلها ايه? بص فوق او اصلها ايه? براف واو. يبقى ارجعها لاصلها. يبقى عاصة هخلها والالف هخلها واو. وازود لها الالف والنون او اليقوي النون بتوع المثنى? احنا عارفين ان المثنى بنزود له يالف ونون او يقوي على المفرد. يعني قلم. قلمين او قلمين. طب عصى. هخلي الالف واو. وحط لها الالف والنون تبقى عصوان. صح. او اليقوي النون تبقى عصوين. برافو. طيب مثال تاني. يلا هدى. اصلها ايه? ياء. يبقى نرجعها الاصلها. ونحط لها الالف والنون بتوع المسنة. يبقى هديان. او يقوي نون لو منصب او مجرور. يبقى هديين. خلي بالنا المسنة لو مرفوع بحط له الاف ونون. ولو منصب او مجرور بحط له ياء ونون. لان المسنة بيرفع بالالف وينصب ويجرب اليا. طيب لو كانت الالف دي اكتر من ثالثة. يعني رابعة او اكتر. يبقى على طول من غير ما تفكر اقليبها يا. زي اعلى. واحد اتنين تلاتة. اه الالف دي رابع حرف. يبقى نقليبها يا. نقول اعليان واعليين. وخلي بالك اعلى دي بتستخدم للمذكر. انما للمؤنس بنستخدم عليا. فلما نيجي نخليها مثنة هنقول عليايان او عليايين. طيب مثال تاني مستشفى. كلمة مستشفى. الالف هنا اكثر من رابعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى الخرف اكتر من الرابع على طول نقليبها يا. يبقى نقول مستشفيان او مستشفيين. يبقى احنا عرفنا كده ازاي بنحوله المثنة. طيب ازاي بنحوله للجامعة. جامعة مذكر سالم او جامعة مؤنس سالم. نبدأ كده ونعرف ازاي بنجمعه جامعة مؤنس سالم. بنفس طريقة المثنة. لو الالف سالسة برضو نردها لاصلها. يعني عصى هتبقى الالف اصلها واو. ونزود الالف والتاق بتوع جامعة المؤنس السالم. يبقى عصوات. طب هدى الالف اصلها يا. يبقى نقول هدايات. برافو. طيب لو الالف رابعة او اكثر. على طول اقليبها يا بنفس الطريقة. لما نيجي نجمع اعلى جامعة مؤنس سالم مش هينفع طبعا. لان اعلى دي للمذكر. المؤنس منها عليا. لما نيجي نجمعها جامعة مؤنس سالم. الالف هنا رابعة. يبقى لازم نقلبها. يا. يبقى عليا جامعها. عليايات. طب مستشفى. مستشفيات. يبقى انا كده جامعته جامعة مؤنس سالم. طيب لو عايز اجمعه جامعة مذكر سالم. مش بنعد بقى لا سلسة ولا ربعة ولا غيره. لا. لو بنجمعه جامعة مذكر سالم نحزف الالف خالص. ويبقى ما قبلها مفتوح. يفضل اللي قبل الالف يفضل مفتوح. ناخد مثال. اعلى. ده اسمه مكسور. واخره الف لينة. فلما بنجمعه جامعة مذكر سالم بنحزف الالف. ونحط بقى جامعة المذكر السالم. نحط الوى النون في حالة الرافع. او يقوي نون في حالة النصب والجر. زي معلم معلمون او معلمين. هنا في اعلى بنحزف الالف. ونقول اعلى. ويفضل الخرف اللي قبل الالف اللي هو اللام. يفضل مفتوح. نقول اعلى. ولو منصوب او مجرور نقول اعلى. طيب مثال تاني. مصطفى برضو بنحزف الالف. احنا عرفنا على طول. لما بنجمع الاسم المكسور جامعة مذكر سالم بنحزف الالف. ويفضل الخرف اللي قبلها مفتوح. ونزود في حالة الرفع. ونون. وفي حالة النصب والجر. يعني مصطفى هتبقى مصطفون او مصطفين. يبقى احنا كده خلاص اتعرفنا على الاسم المكسور. وتعرفنا ازاي بنحوله للمسانة. او للجامعة. جامعة المذكر السالم. وجامعة المؤنس السالم. تعالوا مع بعض بقى انطبق. ونحل التدريب اللي موجود في كتاب الامتحان عشرين اتنين وعشرين. اول سؤال بيقول ميز الاسم المكسور من بين البدائل التالية. واحد قال تعالى. قال هي عصايا اتوكأ عليها. واهش بها على غنمي. ولي فيها مآرب اخرى. هنا فين الاسم المكسور. عليها دي حرف جر. على دي حرف جر. غنمي. لأ دي اخرها يا مش الف. اخرى. اه اخرها الف. مفتوح ما قبلها. يبقى اخرى دي الاسم المكسور. اتنين قال تعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين. فين الاسم المكسور? صلاة? صلاتي? لا. نسك? نسكي? لا مفيش هنا اخرها الف. محيا اه اخرها الف ومفتوح ما قبلها. يبقى دي الاسم المكسور. ممات? لا دي اخرها تا ما تنفاعش. تلاتة. اذا قضى الوطن على الامية. واهتم بالتعليم. ارتاقى الى المكان العليا بين الامم. فين الاسم المكسور? اذا لا. قضى لا دي فاعل. ارتاقى برضو فاعل. العليا? اه العليا دي اسمه مكسور. اخر الف مفتوح ما قبلها. اربعة. سعى مصطفى الى ان يحظى بتقدير الناس واحترامهم. سعى لا مش اسمه مكسور دي فاعل. مصطفى ايوة مصطفى دي اسمه مكسور. الى دي حرف جر. يحظى دي فاعل مضارع. السؤال اللي بعد كده بيقول اختر الاجابة الصحيحة. واحد. قال تعالى. يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. يا يحيا. يحيا دي اسمه مكسور ولا منقوص ولا ممدود ولا فعل مضارع. يحيا. اه اخر الف. ومفتوح ما قبلها يبقى ده اسمه مكسور. اتنين. قال الشاعر. وسميته يحيا ليحيا. يبقى هنا يحيا الاولى دي اسمه. واخره الف. ومفتوح ما قبلها يبقى اسمه مكسور. ليه يحيا اللي مدي لم التعليل. ويحيا دي فعل مضارع. يبقى مش اسمه مكسور. يبقى احنا عندنا بس الاولى. هي اللي اسمه مكسور. تلاتة. قال تعالى. انه من يأتي ربه مجرما. فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يحيا دي اسمه ولا فعل? يحيا يعيش. دي فعل. يبقى اسمه مكسور لا ولا منقوص ولا ممدود هي فعل مضارع. طالما فعله يتبقى فعل. السؤال اللي بعد كده. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اليد العليا خير من اليد السفلة. السفلة. اخرها الف. مفتوح ما قبلها. يبقى على طول اسمه مكسور. قال الشاعر. هو ذا الفجر. ذا الفجر. دي اسمه اشارة. ما تنفحش تكون اسمه مكسور. ذا دي اسم اشارة. السؤال اللي بعد كده. تلاتة. حدد الاعراب الصحيح للكلمات التي فوق الخط. قال تعالى. يا ايها الذين امنوا. لا تقربوا الصلاة. وانتم سكارة. حتى تعلموا ما تقولون. كلمة سكارة. نعرفها. انتم دي مبتدأ. ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. واللي بعد المبتدأ خبر. وهنا الاسم المكسور لما بيكون مفرد بيعرف بحركات مقدرة. يبقى هقول خبر مرفوع بالضم المقدرة. يبقى الاجابة الصحيحة بخبر مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة. اتنين. قال تعالى يكاد سنة برقه يذهب بالابصار. يكاد. ايه اللي هيكاد? سنة. يبقى اسمي يكاد. وبرضه هيعرف بحركات مقدرة. يبقى اسمي يكاد مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة. تلاتة. قال الشاعر اذا امتحن الدنيا لبيب. امتحن فاعل. من اللي امتحن? اللبيب. هي امتحن ايه? الدنيا. تبقى مفعول به. وبرضه هتعرف بحركات مقدرة. هنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. اربعة. قال الشاعر ومن طلب العلا? طلبة. دي الفاعل. فين الفاعل? ضمير مستطر تقدر وهو. ماذا طلبة? طلبة العلا. برضو مفعول به. وبرضو منصوب. وبرضو بحركة مقدرة. يبقى هنقول مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة. خامسة. قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوة وانعظمت. هنا بالبلوة. البقى حرف جر. البلوة اه اسمه مقصور. اخره الف. مفتوح مع قبلها. يبقى برضو هيعرف بحركات مقدرة. هنقول اسمه مجرور وعلامة جر الكاسرة المقدرة. السؤال اللي بعد كده اربعة. خاطب بالعبارة التالية. المثنى والجامع بنوعيه. يعني المذكر والمؤنس مختارا من بين البدائل المعطاء. متى تكن في خدمة الوطن تصبح الاعلى مكانة? احنا هنركز في كلمة الاعلى. لما نجي نخطب المسنى هنقول متى تكون في خدمة الوطن تصبح. نقول ايه بقى? الاعليين. الاعليان. الاعلان. الاعليين. تعالوا نحولها للمسنى. الاعلى دي اسم مكسور. كلمة اعلى. والالف هنا رابعة. يبقى هنقلبها يا. يبقى نقول الاعليان او الاعليين. يبقى رقم جيم ودال دول غلط. هنختار الف او بقى. على حسب الاعراب بقى. تصبح. تصبح ده فعل ناسخ. وفين اسمها? الضمير. الالف. واللي بعدها هيكون الخبر. وخبر تصبح بيكون. بيكون منصوب. منصوب وعلامة نصبة. الياء. يبقى الاجابة الصحيحة رقم الف. متى تكون في خدمة الوطن تصبح الاعليين مكانة. اتنين. عايزين نخاطب بقى جامعة المذكر. هنقول متى تكونون ولا تكونوا. ده هنا ده فعل شرط. ومجذوب. وعلامة جزم حسف النون. يبقى هنقول متى تكونوا. يبقى تكونون دي غلط. مش بقى هناخد جيم او دال. نقول متى تكونوا بقى. تصبحوا الاعلين ولا الاعلون. احنا قلنا دي خبر. خبر تصبح. ودي منصوب وعلامة نصب الياء. يبقى هناخد اللي فيها يقونون. يبقى الاجابة الصحيحة رقم جيم. متى تكونوا في خدمة الوطن تصبحوا الاعليين مكانة. طبعا يزن نخاطب جمع المؤنس السالم. نقول متى تكنا. متى تكنا? يبقى الاربع زي بعض. في خدمة الوطن. تصبحن نقول الاعليات الاعلاوات العليايات العليوات. ده هنا ده جامعة مؤنس والاعلى للمذكر المؤنس بنقول العليا. ولما نجي نجمعها جامعة مؤنس سالم بنقول العليايات. بنقل بالالف ياء ونزود الالف والتاء. يبقى نقول العليا يبقى هنختار كلمة العليايات. يبقى الاجابة الصحيحة متى تكنا في خدمة الوطن? تصبحنا لعليات مكانة. السؤال اللي بعد كده خمسة ميز فيما يلي الاسمين المقصورين اللذين يصلحان مكان النقط. يعني استخرج الاسماء المقصورة. وساعة هذا دي مش اسمه مقصور. ابا بكر ده اسماء خمسة. مش اسمه مقصور. زا مش اسمه مقصور. زكريا آخر آلف مفتوح مع قبلها. موسى آخر آلف مفتوح مع قبلها. يبقى دول الاسمين المقصورين. السؤال اللي بعد كده. اكمل باسم مقصور. هتان شجرتان. كبيرتان مش اسمه مقصور. كبيرتين مش اسمه مقصور. كبريان ولا كبريان. هتان مبتدأ. شجرتان خبر. واللي بعدها هيكون نعت. والنعت هيتبع المنعوت. هنا ده مرفوع. يبقى نقول كبريان. هتان شجرتان كبريان. لانها كانت كبرى. ولما جينا خلناها مسنة. قلبنا الالف يا وزودنا الالف والنون. قلنا كبريان. اتنين. ينال المتفوق الدرجات الاعلى? لا. الاعلين? لا. هنا الدرجات مؤنس يبقى مش الاعلى. تبقى العليا. ولما نجمعها جامع مؤنس السالم هنقول العلياات. ينال المتفوق الدرجات العلياات. تلاتة. كرم العميد الباحثة المسالية على مستوى الكلية. نقول الباحثة الافضل? لا دي مذكر. الارقة? لا. الاسمة? لا. الفضلة. الباحثة الفضلة على مستوى الكلية. وبكده يبقى احنا شرحنا درس الاسم المقصور. وحلنا التدريبات اللي عليني في كتاب الامتحان. بتمنى كون اقدر تفيدكم. ولو بجزء بسيط. شكرا لحسن استماعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.